النهاردة قررت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة تمسك بمبدأ الأقدمية المطلقة في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورشحت المستشار يحيى داكروري نائب الأول لرئيس مجلس الدولة رشحته فقط وارسلت الترشيح لرئاسة الجمهورية الجمعية اللي بتضم 1109 من القضاء قررت بالأجلبية عدم ترشيح ثلاث أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بقانون السلطة القضائية قررت التمسك بمبدأ الأقدمية اللي من خلاله هيكون المستشار يحيى داكروري هو المرشح لخلافة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الحالي واللي هتنتهي وليته في 19 يوليو المقبل يعني هذا التطور يعني جاء ربما في إطار الشد والجذب في هذه القضية التي أثارت ولا تزال جدلا وضجة كبيرة لأن مستشاري مجلس الدولة من خلال جمعياتهم العمومية قرروا التمسك بمبدأ الأقدمية الأقدمية المطلقة في اختيار رؤساء لهيئات القضائية معايا النائب الكاتب الصحفي لأستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب سيد مصطفى مساء الخير مساء الخير سيد عمر أهلا بك أهلا بحضرتك كيف يعني تعلق على قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة التمسك بمبدأ الأقدمية المطلقة واختيار مرشح واحد فقط ليرأس هيئاتهم القضائية هو المستشار يحيى داكروري حياء قبل التعليق على هذا القرار أود أن نستعرض ما جرى في المجلس الخاص قبل عصل الجمعية العمومية في المجلس الخاص كان هناك وجهتان نظر وجهة نظر تقول أن الثلاثة المواب الأقدم هم الآجة المستشار يحيى داكروري المستشار فاي الشكري المستشار محمد زكي موسى المستشار محمد زكي موسى سيخرج من المجلس الدولة يحال إلى سن التقاعد بـ 25 سبتمبر المقبل عندما طرح الأمر اعترض المستشار أحمد أبو العزم وآخرين على هذا الأمر وقالوا أن المستشار محمد زكي موسى سيخرج خلال شهر ونصف أو شهرين فيجب أن يرشح آخر ليحل محله وكان الآخر العليب دور هو المستشار أحمد أبو العزم المستشار محمد زكي موسى اعترض على هذا الأمر وقال لا ما نعرفش ممكن يتمدلنا في مرحلة أخرى أخرى فعلينا أن نتمسك بالمعيير الموضوعية اللي بتقول أننا المرشح في هذا الإطار عندما عرض الأمر على الجمعية الأمومية جمعية الأمومية لترفع عن نفسها الحرج رأت ضرورة ترشيح أقدم الأعضاء وفقط المستشار يحيد دكول حتى تعطي الفرصة لرئيس الجمهورية ليختار وفقا للمادة الثانية من قانون الهيئات القضائية إذا لم يرشح الثلاثة يختار رئيس الجمهورية من بين أقدم سبع نواب في مجلس الدولة بهذا رفع أعضاء الجمعية العمومية عن أنفسهم الحرج الداخلي وعطوا رئيس الجمهورية سلطة إعمال القانون بهذا الأمر الأمر لا يحمل لا عنادا ولا خلق أزمة مع السلطة ولا شيء من هذا القبيل هذا أمر أقوله بعد أن اتصلت بالعديد من نواب رئيس مجلس الدولة والشخصيات طار حبة القرار داخل مجلس الدولة وعلمت منهم هذه المعلومات يعني يا أستاذ مصطفى كل ما ينشر منذ أن قام مجلس الدولة بإرسال اسم مرشحهم المستشار يحيد دكروري كل ما ينشر من أن هناك صدام بين الجهتين يعني غير صحيح هذا غير حقيقي وهذه الساعة متعمدة لمجلس الدولة لاحظ معي أن المجلس الخاص أصدر بيانا بعد ما حدث من تصديق سيد رئيس الجمهورية على مشروع القانون وقال فيه أن الأمر أصبح الآن قانون وعلق عقد جمعيته العمومية التي كانت تتعقد بعد إصدار القانون مباشرة فلا يجب أن نحن نضع مجلس الدولة وكأنه بات في صدام مع الدولة المصرية وإنما تقذ هذا القرار لرفع الحرق نتيجة للخلاف الذي حدث داخل المجلس الدولة أقول ذلك وأنا معارض لقالون الهيئات القضائية ولكن المعلومة التي تفضلت بها معلومة خاصة بك أنا عرفتها من عدد من مستشاري ونواب رئيس مجلس الدولة شكرا جزيلا الكاتب الأستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب